بالعصفة الترابية اللي شفناها النهاردة كلنا وللأسف في ناس اتفاجئت بيها مع ان الحقيقة الهيئة العامة للارصاد الجوية على الموقع الرسمي الالكتروني بتاعها ومنصاتها على مواقع السوشيال ميديا وفي الاخبار كانت حذرت انبارح واول وقالت انه هيبقى فيه نشاط رياح مثير للأتربة واجواء شديدة الحرارة على كل الانحاء للأسف مش كل الناس بتتابع الصفحات ويمكن حتى ما بيتابعوش يعني اخبار الجو قوي فيه النشرات الاخبارية وغيره للأسف فيه ناس كتير اتفاجئت مع انه مفترض ان هذا التحذير يخص بالذات مرضى الحساسية وجيوب الانفية والاطفال الصغيرين او الناس اللي ما كانش فيه مقتضى انها تنزل طيب انا بقوله هو ان بكرة كمان الهيئة العامة للارصاد الجوية بتقول ان بكرة احتمال انه يتكرر نفس الجو او نفس الاجواء مع فرصة سقوط امطار بكرة اجازة بقى اللي مالوش لازم ينزل ما ينزلش لانه التراب طبعا يعني اللي عندهم حساسية وجيوب قنفية وكلام من ده اتدايقوا جدا وطبعا قلبي مع كل ربات البيوت اللي ما ينظفوش النهاردة ولا بكرة اللي يعني تلميع كفيف كده من فوق الوش والنظف يوم السابت بقى نشيل البيت اللي هبدأ تمام لانه التراب لسه هيخش بكرة اللي هبدأ